السلام معكم أروهن جلسة جديدة من جلسات المناقشة القراءة بطبيعة الحل عيتي ما تسمع بأهمية القراءة وأن القراءة مفيدة وأنك ملواجب عليك خصيق القراءة هذه الهضراء من كنا صغار ونسمعها ومستوعبين نحن كاملين مستوعبين فكرة ديال أن القراءة مهمة وأن الوحد فشكي قراءة يتعلم بزاف ذي الحاجات لكن القراءة بالنسبة لي هي أهم وأعظم من هذه حيث كما قلت في واحد الرئيس السابق القراءة بالنسبة لي هي اختصار للمسافات ونشاط يومي خصيك تلازمه وتحافظ عليه لأنه يفتح لك واحد الأفاق المعرفة المستحيل أنك تفتح لك إذا ما قريتيش وإذا ما تقفتيش راسك حيث هذه القراءة المستمرة هي اللي تنمي عندك واحد القدرة ديال التحليل والمناقشة ديال الأفكار وهذا القدرة ديال التحليل والمناقشة ديال الأفكار هي اللي عتمكنك في هذه الحياة لأنك تميز بين الصح والغلط تميز بين الأفكار القوية الأفكار اللي إذا طبقتها عتنفهاك في حياتك والأفكار الضعيفة اللي تقدر تكون مع تخرجش ولكن عتعطل المسيرات الحياة ديالك حيث كامل ربما يكون باديه ونكونوا عارفينه لكن السؤال اللي تطرح لي دايماً فاش نجينها درع على مسألة القراءة وعلى ضرورة القراءة هي أن القراءة مملة وأن الإنسان المعاصر الغارق في الإدمان ديال السوشيال ميديا واللي ما كيقدرش يركز حتى في شي فيلم لمدة ديال ساعة ونص وكتجيب رفوس الفيلم كيفش هاد الإنسان المعاصر عايقرأ وعايقدر يكمل قراءات ديال واحد الكتاب اللي على الأقل سكتعطي له ما بين ثلاثة أربعة خمسة ساعات من وقتك الجواب على هاد السؤال كعطيه الكاتب بولونت خوبخونوغ ورجل أعمال نافال في الكتاب ديالو فاش كيقول read what you love until you love to read اقرأ ما تحب حتى تحب القراءة هاد النصيحة البسيطة اللي تقدر تبلك مبتدلة ولي بزاف الناس قالوها والتي ربما تقدر تبلك بلعنى ما تغير شيء كثير شخصيا بدلت لحياتي ونفعتني بزاف حيث فعلا القراءة ليس شيء مبترة ليس شيء مبترة ليس شيء مبترة ليس شيء مبترة لا يوجد اهتمام بحل انك تدوز الريز في سوشيال ميديا او بحل انك تفرج مباراة كرة القدم او بحل انك تفرج فيلم القراءة في الأول تكون مملة ومتعبة وصيب ان الواحد يغلب إليها الشيء الذي سيكون مهم يدفعك في الأول يدفعك لكي تقرأ الأول مرة هو انك تقرأ لكي تبغيها مثلا اذا كنت تبغي السيارات الفخمة ليس تقرأ للسيارات الفخمة ليس تقرأ للسير الذاتي على الناس اللي عدلوا لكي السيارات اذا كنت تتسافر ليس تقرأ كتب الرحلات حتى ان في الأدب العربي كانت أدب خاص اسمته أدب الرحلات صراحة انك تقرأ الحاجة التي تبغي هو الشيء الذي ساعدك في الأول على انك تخطى الملل وعدم الشغف بانك تقرأ إضافة على ان النتائج القراءة لا تكون فورية فنحن تبغي تقرأ شهرين وتبغي نتائج القراءات التي تقرأ حيث ان بعض المرات النتائج القراءات التي تقرأ لم تكن بعد 10 سنين و 15 عام من ذلك القراءات التي تقرأ فالإنسان لا يرى النتائج القراءة وبثبت الناس يعتبرون بأن قراءة الكتب والروايات هي غير مضي عضل وقت وهي غير شيء الناس المتقعفين اللي يقالسين بالشغل في حين أن الواقع أن القراءة القراءة المستمرة والقراءة الممنهجة والقراءة اللي نقدر نسميها قراءة عقلانية لكي كل هدف دي لأننا نوصل للحلول أو نجبروا أسئلة أو حتى نجبروا أجوبة على ديك الأسئلة هي القراءة اللي لا تستطيع تغيير فيك شيء وبطبيعة الحال التغيير اللي يكون فيك لا تستطيع تشاهده في سنة أو سنتين بل بعض المرات التغيير اللي يأخذ سنوات لكن التغيير اللي تشاهده بعد السنوات هو تغيير كي يستحب كل دقيقة دوسيها في القراءة هذه الحقيقة ما يمكن تستوعبها إلا إذا كان عندك واحد الوعي بالمستقبل واستباق للأحداث ورؤية طويلة المدى على الحياة ديالك وعلى النقطة اللي انتنا بغيت وصلها في النهاية الرسالة اللي بغيت نوصل من خلال هذه الجلسة المناقشة هي أن القراءة مهمة وعندما تشاهد تأثير ديالها دابعليك كون متأكد باللي أن بعد عشر سنوات أو بعد خمس سنوات من القراءة المستمرة والمنضبطة والممنهجة سيكون تأثير ديالها ديالك تأثير ديالها ديالك تأثير أسطوري لما تقدر تشريه لبفلوس لبفورمسيون لبأي حاجة إلى لكم ترجمة نانسي قنقر